من الدفاع إلى الهجوم تتحول القوات الموالية لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج وذلك عبر استعدادات مكثفة بالعدة والعتاد في ترابلس ومسراطة من أجل استعادة السيطرة على مدينة سيرت ذات الأهمية الاستراتيجية لطرفي الصراع الليبي باعتبارها بوابة للهلال النفطي في البلاد حسب ما رصدته عدسات وكالة رويترز نسبة لنا لا فرق بين السرطة وبين أي مدينة ليبية يتواجد بها المرتزقة والعصابات الإجرامية كل مدر ليبيا مهمة واستراتيجية أما بالنسبة للمرتزقة والعصابات الإجرامية فهم يرون السرطة ربما بوابة نحو الهلال النفطي فسرط في ذاتها لا وجود بها لأي موانئ أو حقول نفطية لذلك فهم يتجمعون بها كخط أمامي للدفاع عن الحقول والموانئ النفطية التي يحتلونها ويستغلونها لابتزاز الدول الليبية قوات الوفاق اتهمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدفاع عن من وصفتهم بالمرتزقة والعصابات الإجرامية وذلك في تعليق لها على تحديده لخط أحمر فيما يخص سرط خطاب السيسي لا يمكن أن يقرأ إلا أنه دفاع وحماية للمرتزقة الأجانب والعصابات الإجرامية المتواجدين في السرطة والجفرة فالعالم بأجمعه يقر ويعترف بوجود مرتزقة فاغنر كمثال في السرطة والجفرة والحقول النفطية ترابلوس أكدت على أنها لا تزال تسعى للحوار والحلول السلمية لكن هذه الحرب فرضت عليها لتخليص المدن الليبية ممن تصفهم بالعصابات الإجرامية حوار والحلول السلمية هو نهجنا منذ أن بدأت هذه العملية والمتابع رأى كيف حررت مدن الغرب الليبي بأقل تكلفة في الأرواح والممتلكات فنحن لم نبدأ هذه الحرب ولا نخوض حربنا حبا في القتال والقتل وإنما لأجل طرد المرتزقة وتخليص المدن الليبية من سيطرة العصابات الإجرامية إن كان سلما فبها وإلا فليس أمامنا سوى استعمال القوة لاستئصال هذا السرطان الخبيث الاستعدادات العسكرية لقوات الوفاق تأتي بعيد مرور أيام قليلة على تعرض قاعدة الوطية لهجوم عسكري جوي يعتقد أنه استهدف تجهيزات عسكرية تركية لمنع أنقرة من استخدامها كقاعدة عسكرية ثابتة لها في ليبيا وهو ما قد يمهد للرد المنتظر من قبل ترابلوس وحلفائها على بنغازي وداعميها